السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إزايكم يا جماعة عاملين إيه يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة أنا وسعادة دايما يا رب فيديو النهاردة فيديو مهم جدا 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 ومن الفيديوهات المهمة والعالية جدا في القيمة وهذا الفيديو إن شاء الله احنا نتكلم فيه على صورة عظيمة معجزة أنصحكم بقراءة هذه الصورة مرة واحدة فقط قبل انتهاء شهر رمضان وشوف إيه النتائج والسمرات اللي هتحصل معاكم فتحصل معاكم بإذن الله جماعة لو أنت قرأتوا هذه الصورة العظيمة معجزات ويحصل معاكم نتائج يعني لن تتخيلوها وهذه النتائج احنا أجملناها في ما يشبي بالمعجزات لأن الصورة دي يا جماعة فوايدها كسبة جدا طبعا الفايدة اللي احنا نتكلم عليها النهاردة هي اعتبر أهم فايدة أنا نزلتها في هذا الشهر المبارك يعني أهم فايدة أنا نزلتها في شهر رمضان المبارك كانت هذه الفائدة وكانت هذه الصورة العظيمة الصورة دي يا جماعة لو أنتم قرأتوها مرة واحدة فقط بهذه الطريقة قبل انتهى شهر رمضان أوعدكم بإذن الله أن يحصل معكم الصمرات الهاتية فمن الصمرات ومن أقوى الصمرات اللي هتحصل معكم بإذن الله هي البشارات يعني إيه البشارات يعطى الله يعني هتسمع قبر مفرح هتسمع شيء يفرحك هتسمع شيء يسلج صدرك هتدخل في أمر أو هتدخل في موقف أو حد يقولك حاجة هتحس أنه فيه أمل هتحس أنه فيه حاجة ما كانتش في الحزبان ومن الصمرات القوية أيضا اللي هتحصل معك بإذن الله لو طبقت هذه الفائدة هي تحقق شيء تحبه لو أنت عايز أمر أو فيه شيء بتحبه تريده أن تحققه بإذن الله هتلاقى الله تعالى حققه لك وطبعا هي مش معناها أمنيات ولكن شيء معين أنت عايزه مثلا عايز شخص مثلا عندك أولاد وعايز الله تعالى مثلا يوفقك أن أنت تنفق عليهم أنفق كويس فهتلاقي إذن الله تحقق لك هذا الأمر شاب مثلا عايز الله تعالى يسهل لك الأمور حتى تتزوج يعني يسهل لك الأمور في المال حتى تتزوج هتلاقي بإذن الله الأمر ده هيحقق فبالتالي تحقيق شيء تحبه ومن أقوى الصمرات أيضا اللي هتحقق لك بعد ما تطبق هذه الصورة بإذن الله أن هي هتجعل في قلبك نور تهتدي به إلى الطريق الصواب والطريق الصواب في الدنيا وفي الآخرة يعني إيه عبد الله طبعا يا جماعة ساعات أو كاسب مننا بيبقى عنده بعض المشاكل بعض الاضطربات بيبقى عنده عدم اتزال شوية بيبقى عنده امتلاء معلومات بيبقى عنده أنه هو مش قادر يوصل للطريق الصحة وتردد فبنكون محتاجين فايدة بتسهل لنا الأسباب عشان نقدر نيسر أمورنا ونقدر نوصل للأمر اللي احنا عايزينه فمن مؤيزات الفايدة دي نهية هتجعل في قلبك نور وحكمة حتى اللي حواليك هيلحظوها مش أنت بس اللي أتلاحظها لا اللي حواليك هيلحظوها من النور والحكمة هتملئ قلبك لو أنت طبقت الفايدة دي بإذن الله بهذه الطريقة فطبعا هبدأ في ذكر الفايدة والتفاصيل بس أبل ما أبدأ في ذكر التفاصيل يريد تضغط على زر الله وتشترك في القناة وجزاكم الله وكل خير طبعا يا جماعة السورة اللي نتكلم عليها النهاردة بإذن الله هي صورة النور صورة النور العظيمة المعجزة اللي لها أسرار ومعجزات كثيرة ويمكن أنا بنزل أهم الفوائد في آخر رمضان يعني أهم حاجة أنا بحب أن ننزلها في الآخر ودي يعتبر أهم فايدة واسمعوا الكلام اللي بقول ده قويس أهم فايدة أنا نزلتها قوى عبدالله السيد أهم فايدة أنا نزلتها في شهر رمضان المبارق هي هذه الفائدة العظيمة يعني أهم فايدة أنا بنزلها في شهر رمضان العظيم هذه الفائدة العظيمة هي أهم بفايدة أنا نزلتها في شهر رمضان المهورك وزي ما قلت لكم عزيل في إيدة بتتحدث عن صورة عظيمة جدا من صورة القراء الكريم وهي صورة النور صورة النور اللي لها أصرار ومعجزات عظيمة جدا لا تعد ولا تحصل صورة دي يا جماعة يعني كان من الصالحين اللي بيجربوها كانت معروفة بتنوير القلب حتى جاءت من الإسم إسمها صورة النور من التنوير تنوير القلب وتنوير البصيرة وتنوير الحياة وتنوير الطرق المظلمة النور يعني هتنرلك حياتك يعني هتنرلك الطريق بتاعك هتنرلك أي شيء أنت عايزه هتلاقي إذن الله النور الخاص بهذه الصورة طبعا النور روحاني هتلاقي بإذن الله وفقه وطبعا كل شيء أولا وآخرا بأمر الله عز وجل فالله تعالى هو اللي واضع الأصرار في هذه الصورة العظيمة الله تعالى قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والشفاء شفاء لأي حاجة شفاء روح أو شفاء جسد طبعا يا جماعة صورة النور ترتيبها رقم 100 في ترتيب النزول ورقم 24 في ترتيب المصحف الشريف وروية كده رواية عن صورة النور أن من بيقرأها أو يدعم عليها نور الله قلبه وقسر أمره ووفقه طبعا صورة النور تضمنت أمور كثيرة يعني صورة النور تضمنت شروحات وأمور كثيرة جدا فمن الأمور التي تضمنت إقامة الحد على الزاني والزانية وأيضا تضمنت شرح الفرائض وغير ذلك من الأمور طبعا أكيد أنا شبقتكم وأكيد عايزين تعرفوا الفايدة ونعملها إزاي وإيه التفاصيل بالزبط عشان نحصل على السمرة كاملة طبعا يا جماعة كل اللي أنا أتلبه منك أن انت هتيجي في أي يوم من أيام أواخذ شهر رمضان المبارك ده يفضل لكن لو عايز تعملها بعد رمضان عادي بس يبتتعمل في يوم واحد ويتيجي في أي يوم من أواخذ رمضان يعني عندك أي يوم وطبعا أحبزها هذه الأيام خلاص إحنا عيد الفطر قرب يعني قرب عيد الفطر فكل عام وأنتم بخير طبعا كل اللي هتطلبه منك أما تيجي تعمل الفايدة دي أن انت هتيجي وهتبقى متوجهة للقبلة وفي أي ليل اختار بس الفايدة أما تيجي تعملها تعملها في جوف الليل جوف الليل في الفايدة دي عموما يعني مهمة جدا لازم جوف الليل بتيجي في جوف الليل بإذن الله وبتبقى جالس يعني بتجلس عادي وبتتوجه للقبلة يعني هتيجي في جوف الليل فهتيجي في جو في الليلة وهتتوجه للقبلة لله عز وجل وأول حاجة هتعملها تكون بالصلاة رقعتين لله عز وجل تصلي رقعتين لله بنية أن ربنا يوفقك وينجح الفعل أو العمل اللي انت هتعمله اللي هي الفايدة اللي انت هتعملها بتصلي رقعتين لله عز وجل بنية أن الله تعالى يوفقك حتى تنجح معك هذه الفعيدة وتنجح معك هذه الطريقة بعد ذلك هتفضل جالس وانت متوجه للقبلة وهتفضل جالس وانت متوجه للقبلة وأول حاجة تعملها بإذن الله بعد ما تصدر قطاع الله عز وجل هتقرأ هذه الآية العظيمة 19 مرة بالعدد والآية هي بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هذه هي الآية اللي انت هتقرأها 19 مرة وطبعا كل التفاصيل بتاعة الفائدة مذكورة في صندوق الوصف بعد ما تقرأ هذه الآية العظيمة 19 مرة هنيجي للخطوة الثالثة في الفائدة وهي ان انت هتقوم بقراءة سورة الضحى سورة الضحى هتقوم بقراءة هذه الصورة بإذن الله سبع مرات بالعدد سورة الضحى هتقوم بقراءتها سبعة مرات بعد ذلك هنيجي الآخر خطوة في الفائدة وهي ان انت هتقوم بقراءة سورة النور مرة واحدة فقط تقرأ سورة النور مرة واحدة فقط طيب فيه ناس ألتلي وانا قررت ده كتير فيه ناس ألتلي عبدالله فيه بعض الناس بيبقى عندهم ضعفة في البصر بالنظر يعني في بعض الناس بيبقى لا يحسنون القراءة طبعا الذي لا يحسن القراءة ومش قادر يقرأ السورة كاملة قدامك طريقين الطريق الأول يا إما زي ما قلت لكم تقرأها قدر استطاعتك يعني تقرأها على قدر ما تقدر يا إما يعني لو أنت لا تعرفش تقرأ بالتجويد وكده تقرأها قدر استطاعتك يا إما تسمعها يعني تشغلها بصوت عالي وتسمعها وانت بتسمعها وتتدبر معانيها ده قد يغني عن القراءة في الفايدة يعني احنا بنحصل على برقة القرآن بأي شيء بس الأفضل طبعا القراءة زي ما قلت لكم يا جماعة الفايدة دي احنا بنعملها في يوم واحد بس وأوعدكم يا جماعة لو طبقتوا الفايدة دي في يوم واحد بالطريقة اللي أنا قلتها بالزبط هتشوفوا معجزات وأصرار مش هتصدقوها هتشوفوا فوايد كتيرة جدا وأبرز فايدة هتحصل لك وده وعد منك عبدالله السيد باوعده لأي شخص بيشاهدني أقوى فايدة هتحصل لك لو أنت طبقت الفايدة دي زي ما أنا والهالك بالزبط هي تنوير القلب هتلاقى الله تعالى بإذن الله ألقى في قلبك النور ووفقك وهتلاقي ربنا يصر لك جميع الصعاب اللي قدامك مهما كانت الصعاب اللي أنت بتوجيها هتلاقى الله تعالى أزالها نهائيا فبكده يكون الفيديو خلص وبكده يكون الفايدة خلصت وطبعا زي ما قلت لكم يا حباب قلبي كل التفاصيل بتاعة الفايدة وشرحها مكتوب في صندوق الوصف ترجمة نانسي قنقر